كان عمرها أربع سنوات حين اشتعلت الحرب وخلال نموها تعرضت عفاق لسوء التغذية ولم تتمكن من الحصول على ما يفيها لتنمو بصورة طبيعية مازال وزنها اليوم تسعة كيلوجرامات ومنذ عامين توقفت عن الذهاب إلى مدرستها في قرية الغريب بمحافظة حجة لأن جسدها لم يقوى على حملها تغيرت الأماكن التي تقصدها وأصبحت المشاف والبحث عن الدواء هو ما تريده الطفلة التي تعيش مع أسرتها معتمدين على أرض زراعية وعدد قليل من المواشي إذا عادت عفاف إلى المنزل فهي حتما ستتضخم المشكلة عندها ستصاب أورام سيتضخم عندها الأديمة لأنها كما لاحظتم أن الأديمة ظاهرة في الأقدام في المستشفيات التي تقصدها الطفلة ترى الصغار القادمين من مناطق مختلفة وهم يحملون على أكتاف أقاربهم محاولين البقاء على قيد الحياة ولكل واحد من هؤلاء الأطفال مرض وطبيب يحاول أنقاذه يأتون من مناطق مختلفة لكنهم جميعا متحدون في بحثهم عن استعادة وزنهم الذي فقدوه وتتحدث الأمم المتحدة عن انخفاضه كل يوم وعن اقترابه من خط المجاعة المهدد لملايين اليمنيين في قرواهم والمناطق التي شهدت الحرب ومعركة الحصول على الوجبة التالية